تصاعدت حدة التوترات في ظل اجتداد الموسم الانتخابي وضراوة التنافس الحاصل بين المرشحين اذ دفعت الانباريين الى مطالبة مفاوضية الانتخابات باتخاذ سلسلة من الاجراءات لانجاح الانتخابات المقبلة وتأمين الاجواء المناسبة للناخدين امنيا ولوجستيا كي يدلوا باصواتهم بحرية تامة بعيدا عن كل الضغوط وحذرت المرشحين من استغلال المال العام وتسخير موارد الدولة في دعاياتهم الانتخابية اريد من المفاوضية انه اتمارس دورها الرقابة بشكل اوسع من السنوات اللي مرينا بها بالموسم الماضي ما ممكن انت تجي تجبر شخص على انتخاب شخص معين كل اسمها حرية وديمقراطية تترك المجال للشخص لكن تمثل المفاوضية تمثل دورها الرقابة بشكل مضبوط بدنا انه الانتخابات تنجح لان احنا ما ممكن تجيب نتيجة ونجيب حكومة عادلة اذا ما الانتخابات هي التي تتمر ثامرتها وتولدت لك الشخص المناسب في المكان المناسب الحملات والوعود الانتخابية التي تستغل المال العام ودوائر الدولة ومؤسساتها لم تعد تنطلي على الانبارين الذين طالبوا مفاوضية الانتخابات بمحاسبة تلك الجهات على الاساليب المضللة التي تلجأ اليها بالترويج لنفسها وزيادة الرقعة الرقابية على المرشحين لردع هذه الاعمال احنا بالنسبة اننا كمواطنين انباريين سمعنا انه اكو رقابة دولية نطالب بالمفاوضية انه صير يعني تكثف المراقبة على المرشحين حتى لا نرجع نفس الاول يعني ما نرجع انصير شغلة غش بيها وشغلة اصوات زايدة وناقصة يعني نطالب من عندهم انه يكثفون الرقابة على هذا الموضوع يقول الانباريون ان على الجهات المعنية مواجهة هذا الفساد من خلال تفعيل الدور الرقابي وتوسيع عمله اذ عليها ان تستنفر خلال الايام المقبلة للحد من محاولات التأثير على الناقبين عبر استغلال المال الام لقناة الفلوجة ادريس يحية